ترجمة نانسي قنقر إلى جانب ضبط عدد من العمال المخالفين للأنظمة والقوانين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة هذا ولفتت الهيئة إلى حرصها على استمرار الحملات المشتركة مع مختلف الجهات الحكومية طوال العام وفي مختلف محافظات المملكة إيمانا منها بمبدأ التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة لتطوير بيئة العمل والتصدي لكافة الممارسات غير القانونية التي من شأنها أن تؤثر على تنافسية وعدلة ومرونة سوق العمل علاوة على تأثيراتها السلبية على الأمن الاجتماعي